في الثالث عشر من ديسمبر الجاري اعترفت إسرائيل بمقتل ثمانية جنود إثر تعرضهم لكمين محكم للمقاومة الفلسطينية في حي الشجعية بغزة هذه صور الجنود القتلة ومن بينهم هذا الشخص الرائد موشي أبرهام بارون البالغي من العمر ثلاثة وعشرين عاما ها هو قائد سرية في الكتيبة 51 في لواء جولاني حتى الآن الخبر يبدو عاديا ما الجديد إذن في هذه القصة الجديد هو كبسة زر تنهي غزة مقترح قدمته والدة بارون عبر الهواء مباشرة في حوار لها مع قناة آي 24 المملوكة لباتريك دراحي الملياردير اليهودي الفرنسي دعت فيه لاستخدام السلاح النووي ضد سكان غزة لإباداتهم ومنح فلسطين كلها لليهود فقط شاهدوها بالمناسبة ليس هذا هو التصريح الأول من نوعه فوزير الثقافة والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو هذا هو دعا صراحة وعلانية في نوفمبر الماضي إلى إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة ما أثار ضجة وانتقادات لحكومته حينها كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع فيديو مارلين هذا الذي حصد مشاهدات كثيرة نبدأ من عند طيب أبو عزيز الذي كتب يقول إسرائيل أصبحت كيانا فوق القانون الدولي أصبحوا يهددون بالنووي علانية تعدوا كل الخطوط الحمراء العالم في خطر أما فولادي فكتب يقول إنها تدعو إلى الإبادة الجماعية باستخدام الأسلحة النووية أما المذيع فيهرج أمامها ويرد بأنه يتفهم مشاعرها سليم صعب هذه السيدة تدعو إلى إبادة شعب بأكمله على قناة تلفزيونية فرنسية ويتساءل أين الحكومة لكن في المقابل أتت بعض التعليقات من قبل إسرائيليين فرنسيين تؤيد تصريحات هذه السيدة منهم باتريك الذي كتب يقول كلام السيدة مارلين صادق ونعم يجب علينا صحق هذا الشر المطلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر